الزميل وليد الخضير التقى بالأستاذ محمد الحارثي المدير التنفيذي لكرة الأهلي وسأله عن مشاكل الفريق الأخيرة من حيث الإصابات وغيابات بعض اللاعبين وهل هناك مشكلة ما بين الأهلي ومحمد العويس؟ المشكلة الوحيدة عندنا هي الغيابات والإصابات عندنا لعبين خارج المملكة محترفين بلايلي وجنيني عندنا إصابات عندنا إيقافات سارتش بداعي البطاقات المتراكمة دي سوزا عمل عملية أمس الزايدد فيه ظروف غيابات لعبة المنتخب الشباب استدعى المنتخب كان ممكن نستفيد منهم من قرار الجديد لهم 6 لعبين ومصاعدين فإن شاء الله الموجودين فيهم الخير وبركة توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء وبجهود الجهاز الفني والجهزة الإدارية والطبية بذن الله برضو ما أنا شايف معتز هاوساوي من ضمن اللاعبين والمصاعدين اللي يتأهل تأهيل وإن شاء الله الجهاز مبارة هلال فيه برنامج علاجي موضوع للمعتز ماركو مارين فتيل سيد المولد غير طبعا اللي بتأهلوا مهند عسيري وحسين مقاوي بتأهلوا من فترة السابقة ونوح الموسى ففيه مجموعة غيابات لكن إن شاء الله إذا ما قلت لك لايبت الأهلي كلهم خير وبركة نال محمد عويز كان عنده ظرف طارفة قد استاذ مني استاذ من رئيس النادي موضوع العشا إصابته قبل التمرين القبل البارح كان عنده ألم خفيف في الركبة عملنا له أشععه ما حبينا أنه خاطر فيه اليوم الحمد لله أشععه طلعت سليمة اليوم شارك في التدريب ومعنا اليوم اليوم مسافر معنا شيء يطلع أنه لا عشان متأخرات متأخرات صحية وإنه طلع ترك العاشة زعلان لا أبدا أبدا محمد عويز ما في الأمور هذه بالأكس كابت محمد من خيرة اللاعبين عندنا محترم جدا يقدر ناديه يقدر الشعر اللي يلبسه ويقدر الوضع اللي هو فيه الآن وبالعكس هو أول المصرين على المشاركة معنا اليوم آخر شيء يوسف البلايلي يعني تحدد يوم عشر بعد ينار 14 وإلى الآن يعني حتى الأهل المستعدين يوفر طائرة خاصة بس إلى الآن ما فيه خبر مشكلة الكابتن يوسف بلايلي ليست مشكلة النادي الأهل مشكلة التصريح من الدولة الشقيقة الجزائر الطائرة جاهزة وجهاز ناهزة ما قلت أنت قبل حتى يوم عشرة وجهازنا يوم عشرة حتى فيه لعبين جزائرين آخرين في الدولة الجزائر الشقيقة ونحاول الآن نتواصل وننهي الموضوع بإذن الله فأقرب فرصة بإذن الله ما فيه يعني متى متى تحديد معلقة الموعد القريب خلاله؟ الآن فيه موعد مبدئ اللي هو 17 أوغسط ونحاول ننهي إن شاء الله ويكون هو هذا الموعد النهاي إن شاء الله شكرا لكم شكرا